السلام عليكم يعطيكم العافية اليوم بدنا نشرح وحدة السيرة الحضارية للصف التاسع المادة التربية الوطنية اول اشي بدنا نبلش بدرس البلقاء بدنا نجاوب على اسئلة ورقة العمال اللي امامنا هلا بداية اين تقع محافظة البلقاء البلقاء تقع في الشمال الغربي من عمان على بعد 30 كيلومتر طبعا مساحتها بتبلغ 1119 كيلومتر مربع تشكل فيها اول مجلس بلدي بعام 1878 ميلادي تتكون البلقاء من عدد من الالوية والمتصرفيات والاقضية ومركزها مدينة الصلط فشو مركز مدينة البلقاء؟ الصلط هلا بنا نحكي عن خط زمني ببين الحضارات اللي اتعاقبت على الصلط اول ايش دلت الاثار فيها على وجود الاستيطان البشري في المنطقة منطقة الجادور هي بداية تأسيس مدينة الصلط طبعا الحفريات الاثرية دلت على وجود اثار رومانية قديمة فيها بعدين صار في عندي او بالخط الزمني بننتقل لصدر الاسلام بصدر الاسلام عرفت هاي المنطقة باسم البلقاء كانت بوابة من بوابات الفتح الاسلامي لبلاد الشام بعدين ثلاثة لهي العصر الاموي طبعا في العصر الاموي اكتسبت اهمية خاصة ليش؟ نظرا لقربها من دمشق عاصمة الخلافة لانها كانت قريبة من دمشق اللي كانت عاصمة الخلافة الاموية ولهنها واقع على الطريق الواصل الى الحجاز بعدين اتقلصت اهمية الاردن بشكل عام والبلقاء بشكل خاص في العصر العباسي فبالخط الزمني الرقم اربعة بيكون العصر العباسي خمسة رح يكون العصر الايوبي رجعت وازدهرت بعد ما تقلصت اهميتها في العصر العباسي طبعا بالعصر الايوبي بنيت فيها قلعة بعدين جاء الصليبيين وهدموا هاي القلعة بعدين اجاء الظاهر بيبرس اللي هو من المماليك واعاد ترميمهم ونهاية في العصر العثماني ازدادت اهمية البلقاء وكانت تابع لولاية الشام فلو بدنا نرسم خط زمني ببين الحضرات اول اشي الرومانيا او الامبراطورية الرومانية تنين صدر الاسلام ثلاثة العصر الاموي اربعة العصر العباسي خمسة العصر الايوبي ستة صليبيين سبعة الظاهر بيبرس اللي هو من المماليك ثمانية واخر اشي بتكون العصر العثماني تمام ايش سبب الاستيطان البشري القديم في السلط لانه كان فيها ينابيع كثيرة وايضا نظرا لجودة مناخها استقار فيها الانسان منذ اقدام العصور طبعا في عندي اسماء لا السلط او عرفة السلط باسماء عدة في العصر في الحقبة التاريخية منها جدول سالت سالتوس وايش يعني سالتوس سالتوس كلمة لاتينية تعني الغابة او الوادي المشجر تمام ننتقل للمواقع الاثرية والسياحية في البلقاء بحكيلي في بالبلقاء عندي عدة مقامات منها مقام النبي يوشا مقام النبي شعيب وعرفت ايضا فيها قلاع مميزة في البلقاء مثل قلعة السلط اللي بني عليها مسجد القلعة وعندي كمان فيها مواقع اثرية مثل تل الجدور خربة حزير خربة النبي ايوب وكنيسة القديس جورجيوس هسا في عندي مناطق تابعة للبلقاء اللي هي شونة جنوبية دار علال الفحيص منطقة زاي والبحر الميت نيجي لكل منطقة الشونة الجنوبية منطقة زراعية طبعا الشونة قريبة من البحر الميت تشتهر بزراعة الموز والحمضيات والخضروات طبعا فيها النصب التذكاري للجندي المجهول في بلدة الكرامة دار علال موجودة في الاخوار الوسطى بتمر فيها قناة الملك عبدالله وشو السبب تسميتها بدير علاله نسبة للدير العالي الذي تم اكتشافه داخل تل اثري طبعا الفحيص بلدة بين عمان والسلط بتشتهر بكنائسها وبستينها الخضراء ومزارع الزيتون فيها وكروم العنب وهي احدى الانثل العديدة اللي بتبين اروع صور العيش المشترك في الاردن لانه في الفحيص عايش فيها مسيحيين ومسلمين منطقة زي طبعا من اجمل المصائف الطبيعية في الاردن شمال مدينة الصلط موجودة وفيها مقام النبي يوشع وبالنهاية راح نحكي عن البحر الميت اللي هو اخفض منطقة في العالم ما بحكي اخفض منطقة في الاردن بحكي اخفض منطقة في العالم وهو احد مناطق الجذب السياحي عندي في الاردن طبعا امياه بتشتهر ب زيادة نسبة الملوحة فيها وذات خصائص علاجية تمام هلا بنا ننتقل لمطحف الصلط مطحف الصلط التاريخي تأسس في عام 1990 تم ترشيح مبنى ابي جابر من قبل الجامعية العلمية الملكية عشان يصبح هذا المبنى مطحف ومركز للزوار طبعا الهدف من المشروع اول اشي بده يبرز الجماليات الطبيعية والمعمارية للمدينة من خلال تجهيز المتحف بما يظهر تعاقب الحضارات على المنطقة بعد هيك رح ننتقل التراث المعماري في الصلط ايش هي مميزات العمارة في مدينة الصلط اول ايش بيوت الصلط تراثية ذات واجهات حجرية صفراء التراث المعماري المميز بالاقواس الحجرية كثرة النوافذ الامامية طبعا هاي البيوت غالبا بتتكون من طبقين بدنا نعرف ليش اهتمت وزارة الثقافي بترميم بيوت الصلط لان بيوت الصلط بتشكل هوية الصلط القديمة وكانت وما زالت مصدر للجذب السياحي بعدين رح ننتقل لمدرسة الصلط الثانوية طبعا تعريف مدرسة الصلط اللي هي اول مدرسة ثانوية في الاردن اول مدرسة ثانوية في الاردن تأسست مع بداية تأسيس الدولة الاردنية تخرج منها عدد كثير كبير من الشخصيات الاردنية اللي كان لها دور في بناء الاردن الحديث وكان لهاي المدرسة دور في انها نشرت وكان لها دور كبير في انها تنشر الوعي السياسي والاجتماعي والوطني نهاية درسنا راح نحكي عن ثوب المرأة الصلطية طبعا ثوب المرأة الصلطية لوحة تعبيرية للهوية المحلية حجمه كبير بتكون من القماش الاسود بتزينه شرائط زرقاء مصنوعة من القماش النيلي المصبوغ طبعا موجود على جوانب الاكمام وحول الحاشية بفصل الشتة بتلبس المرأة الصلطية المعطف اللي هو بنسميه الجبة الصلطية او دريعية فوق الثوب هيك بنكون انهاينا درسنا يا تاسو ويعطيكم الف عافية موسيقى